طبعا شفنا التقرير وجلنا خبر حصري من الرئيس عفتاح السيسي ونشكوره مرة اخرى على الخبر الحصري ادى اجازة اسبوعين لاستجابة الشعب المصري لبيطالبه وكان وزير التربية والتعليم بالاجازة علشان اعتبر الفيروس المنتشر حاليا ولكن بشكل كبير جدا عشان تعرفوا ان الرئيس مع الشعب والشعب هو الصاحب الكلمة والصاحب الجراءة والصاحب الكلمة الجميلة واستجاب للرئيس عفتاح السيسي الشعب المصري قال كلمته قال يا سات الرئيس احنا عاوزين ناخد اجازة عشان وزير التربية والتعليم رافض دينا اجازة عشان بسبب الفيروس الرئيس عفتاح السيسي الاب الاب لكل مصريين بقول الاب وانا بفتخر ان هو الوالد الرئيس والزعيم والقائد عفتاح السيسي ادى فعلا اجازة اسبوعين علشان تعقيم المدارس بشكل خاص احنا هنشوف طبعا في فترة قادمة في احداث كترة جدا ولكن الهواء مباشرة بشكر الرئيس عفتاح السيسي اخش بقى على اكاديمية الحلم ونشوف بقى اكاديمية الحلم معانا اتنين شباب بقى النهاردة زي الورد عشان موجودين النهاردة معانا ونتكلم عن اكاديمية الحلم طبعا برحب طبعا بكابتن حسين احمد مدير الفني اللي اكاديمية اهلا بيك يديه نبزى عنها بشكل محتصر عشان نيزه نتكلم مع بعض طبعاً بس أنا في البداية بحب أشكر سيادة الرئيس عفتاح السيسي بجد عن المجهود الكبير اللي هو عامله مع بلدنا مصر والحمد لله الفترة دية إن إحنا فعلاً بنشكره على موضوع اللي هو ده أجازة المدارس والجماعات فعلاً كنا محتاجين للفترة دي إن أولادها تبقى في البيت أفضل من الخروج والتعارض للفيروسات فبشكره وشكراً جزيلاً وشكراً لقواتنا المصلحة وشكراً للشرطة وشكراً بجد عن اليومين اللي فاتوا اللي هم عملوا أكيد طبعاً عشان كده كان مفهوض كان نهاردة زميلة تراشا والمصر كانت موجودة معانا ولكن للسؤول الأحوال الجوية وعندها طبعاً يعني أقول بشكل كبير بشكل مختصر اعتذرت النهاردة عن الحلقة بقول يا راشا أنا فقدتك في الفعل كانت تتمنى تكون موجودة معانا ولكن الحمد لله إن شاء الله بإذن الله الحلقة قادمة تكون موجودة معانا كانت حسين كلمني بقى عن النجوم المستقبل طبعاً إحنا في البداية بس أكاديمية الحلم سبورت إذا ما تكلمنا قبل كده الحمد لله يعني إحنا بنمشي من مانهج معين قادرنا نشتغل مع الأولاد ديت كويس جداً سلوكياً بدنياً علاجياً على أعلى مستوى بنحب نعمل لهم حاجات كويسة جداً طرفيهية وحاجات أنهم رحوا لاستاد والحمد لله حضر المبارات منتخب مصر يعني الحمد لله عملنا معهم شغل كويس جداً وبتمنى إن شاء الله في 2020 أكاديمية الحلم تبقى من أفضل الأكاديميات على مستوى مصر إن شاء الله بإذن الله طبعاً معي النجمين كابتن محمد صالح كابتن كامل فرج موليد 2009 من النجوم بتوعنا في 2009-2010 ومن النجوم البطولة معنا بجد يعني حاجة مستوى رائع جداً كابتن محمد صالح حوائل جمعة المدافع الكبير بتاعنا كابتن كامل فرج طبعاً نمضان صفح الله 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 أهلاوية طبعاً 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 عشان معاك الشعار طبعاً 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 يا جماعة على فكرة إحنا مجر تعصب أهلي وزمالك مصر يعني سوا مصر إحنا طبعاً برنامجنا بشكل كبير جداً طبعاً طبعاً بجد عندنا حتة النادي الأي حطيناها الحمد لله ومشيين بيها وإن شاء الله إلادنا يبقوا هناك إن شاء الله نحب إن تبدأ بقى بواقي الجمعة ولا رفضان صبحية؟ أنا حب نبدأ بواقي الجمعة ها؟ قول لي لي بقى يا كتن محمد صالح إيه بقى من اللي خلقت يسميك واقي الجمعة؟ الصخرة؟ مشورتي بما كنت برعة بحيل وكده واللي طلع عليها الاسم كابتن يا سنى حلاء مدير أكاديمية الحلم الثبورت وكنت ألعب حلو في الدوري وكده هو اللي حدث هو اللي طالع عليها الاسم هو الجمعة؟ ام يعني هتك انت الصخرة في الدفاع هو اللي عاجل والجمعة هو عاجل أحلى أحلى واحد في نادي الأحلى يا سلام هو أحلى واحد أحلى واحد أحلى واحد مش أحسن واحد أحلى واحد هلو بالشكل ولا بالكورة ولا بالأداء؟ بالأداء بالأداء؟ هيل طب نخش بقى رمضان الصبحي بقى يعني نتكلم بقى كتن كامل صالحي بقى كتن كامل فرق من خصوص من نسميك رمضان الصبحي؟ هو كابتن حسين رمضان الصبحي عشان بيعرف العب حلو وبيهاجل حلو وبيهاجل حلو جدا وانا عشان بحبه وبيعرف العب جاء حيل طب؟ طب قال بقى شوية بقى انت لو بتحب اه ناد الأهلي أولندا زمانك الأول ناد الأهلي ناد الأهلي صحة كده؟ طب تحب كون زى مين في ناد الأهلي؟ رمضان الصبحي رمضان الصبحي ايه مسك الأعلى اهة كابتن وائل مين مسك الأعلى فنادي الأهي؟ حاليا حاليا لا، صابقا بقى وائل جمعة وخلاص عرفناها حاليا رمي ربيعة رمي ربيعة الله لا 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 يا كابتر حسين ده حاجة مفتخرة يعني اقولي وردة او مركز ركز في الدفاع او مركز في الدفاع او اكيد طبعا بالنسبة لأكادات الحلم ايه بقى الميزة عن أكادات الحلم بخصوص الأكادات الأخرى والله احنا زي ما قلنا قبل كده احنا طبعا الأولاد دي بتحب نشتغل معهم شوية حتة نفسية فاشتغلنا معهم كده على حتة طبعا بعد التامرينات والأداء بتاعنا والمدربين والحس التدريبية اللي بنا عملها لهم ابتدنا بقى فكرت كده ان احنا نعمل لهم حاجة ارفعية فابتدت اخدهم وروحنا حضرنا كل مباراة منتخب مصر لهم الافريكية الحمد لله كل الاكادمية راحت بأولئة الأمور الأسر كلهم ودخلنا جادنا دعاوي الحمد لله وروحنا وشجعنا منتخب مصر وكنت بانمي جواهم ان انتوا ياولاد في يوم الايام ان شاء الله تبقوا بتمثلوا منتخب مصر ودي كان هدفي في الموضوع ان احنا نروح ندعم منتخب مصر وفي نفس الوقت الاولاد دي تحس فعلا بمعنى عن ايه كلمة مصر انا يعني كنت مبسوك جدا في النشيط الوطني كل مباراة كنا بنحضرها النشيط الوطني لأولاد من قلبهم بجد كان حاجة كنت فخور بيهم جدا بجد في النقطة دي الحمد لله يعني وهم فعلا فعلا ان شاء الله يطلعوا بإذن الله يدفعوا عن تشارة منتخب مصر اتمناهم ان شاء الله يكونوا في المنتخب بإذن الله قولي بقى كماتين بقى الميزة من كلمة الحلم هي جوابكة الحسين الميزة اللي شفتها بقيدنا لأجبادات الاخرى او ايه الحاجة الجديدة في كلمة الحلم بيغفرنا التب والتغذية واللعبة والمدربين وكامتين حسين خدنا ودنا خلنا نشاهد ودنا الاستاذ وخلنا نشاهد مباريات وراحنا يوم ما افتتاح البطولة كده ودخلنا الدوري وبعدين احنا ايوه قول ما تخافش قول معاك احنا ايه احنا ما نخافش احنا ما نخافش طبعا معنا ايش اكت انكامل انت بسا انت في الملعب لو قدر الله تعورت او جات لك اصابة او اي حد من زميلك جات لك اصابة اكيد مثل الحلم عندها دكاترة ممكن تعالجك اه عندهم اه اكيد اي ولا عشانكت حسين اقيد لا لا عندها الدكتور وا مين تاني عنده مجري الدكتور كابتن حسين كابتن حسين برضا طب ارجع على كابتن حسين بقى هو كل Blo weapons با one kita او امرأ يطلعوا اه بس اي مهم طبعاً لأ 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 البطولة الرجل ده بصراحة مش عايز اقول لك شايري الاولاد دي قد ايه بيساعدهم قد ايه بيوفر لهم مواصلات بيوديهم التدريب بيروح معهم البطولة لا بجد حد يعني ربنا يبريكله بجد وبحب اشكره المرة الثانية عن اللي هو عامله مع الاولاد دي فعلا يعني شخصية محترمة جدا يعني طبعا معنا دكتور حازم محمد مصطفى طبعا دكتور حازم هو استشاري اطفال وطبعا تأخر كلام وزوي احتاجات خاصة وتغذية طبعا دكتور حازم اشتغل مع الاولاد دي كويس جدا بيروحولوا كل شهر مرة بيديهم طبعا علاج واكل سحي وبيشوف بقى بيتابع وزنهم طولهم بيشوفهم موزدوا لايه سمعوا الكلام ولا لا من ضمن حاجاته الجميلة قوي ان هو قال لهم السلطة عاما حاجة عنده طبق السلطة بالبصل والتون عشان نرفع جهاز المناعة هم عارفين ده طبعا هم طبعا من ساعتهم وزنين على الاكل السحي وعلى طبعا انا موضوع بقى المكسبات الطعام بطلنا لما قال الدكتور حازم هو اعتقل عندهم عشان بيجيب سلطة والحاجات ديه عند مين بقى عند مين بتقولش عند مين باكلهوش هاصل عند مين باكلش فين فيه السيم والناس دولة فكرونة ده خلنا كده فكرونة ما نجعه طب انت تحب يا كابتن محمد صالح مين مسك الاعلى بتحب يتفرج عليه في الدورات الاوروبية اوروبا ايوه احمد صلاح اه ريفربول ها مين تاني وشاكري الله وصد يومانية يا سيدي كلهو ليفربول كل في ليفربول انا عارف برضه طب انا هجيلك دولة تقصبر بس طب بتشجع نادي ايه بالنسبة للدورات الاوروبية ليفربول برضه اه كابتن محمد رمضان صبحي تحب بتشجع مين في الدورات الاوروبية ليفربول ريفربول ايه احكيلكم اهلي وروفربول اتنين مع بعض احمر يعني طيب ماشيش كيرا اه وفرمينيو اوه ايش احمد صلاح ايه احمد صلاح احمد صلاح طبعا نجم العرب ساد يومانية ساد يومانية سنتال اه اه انت شكلك زيو اصلا شكلك ساد يومانية برضا غالش انت دي ساد يومانية اه ومن تاني بس هو دل العرب بس كده اه بتحبش كريستيان ولا ميسي ولا منه ولا اي حدا اه عرف كريستيان والرناندو وميسي وامونيمار الله الله يا دولي ومعينوفيتش كمان لا 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 انت كده علامي ماشي عملتوا ايه بقى في بطولة مهبتك لا ربنا ماشيين لا ماشيين كاموا ولا عملتوا ايه في البطولة احمد اه او زعلان ليه زعلان ليه وماشي جالنا بقى ناخد الدوري اه ونفسي كنت ناخد البط ونرفعه كده طيب انت ماشيين كام دلوقتي ولا لسه دخلت الأضرر النهارية اه طبعا اه طبعا حيلا اه طبعا بس احنا طبعا موليد 2009 و 2010 بس هما طبعا ربنا ما وفعناش ان احنا نكمل للسعود بالنسبة للموليد اللي عندك قولي بقى كده عندكم موليدة ايه بالزبط في الاكتبات انا عندي من اول موليد 2013 لحد موليد 2005 تلاتاشر اه لحد 2005 اه تقريبا يعني الاولاد يعني احنا بنهدف طبعا مع السن الصغير 2011 و 12 و 13 و 14 ان احنا نشتغل معهم على تعليم كرة القطمة احنا كمدرسة يعني طبعا موليد من 19 و 10 لحد 2005 ساعدوا لطبعا بانتداء احنا ناهلهم للبطولات و للدوريات طبعا دور اتخاذ كورة دور موهبتك ان شاء الله و اتمنى ان شاء الله ان احنا نخش الدور با سمين ان في دور موهبتك ان شاء الله تكون حاجة قوية زي البطولة دي اللي احنا فيها دلوقتي اه و بحب اشكر كابتن صلاح طبعا كابتن مصطفى التموي بجد عن البطولة الجميلة اللي احنا فيها بجد انا سعيد جدا جدا نابلعب في البطولة دي بجد مع مدربين عزماء اكاديميات فعلا اكاديميات محترمة جدا مستويات فنيات عالية جدا بجد بطولة متكاملة ملاعب على عالم مستوى حكام طبعا فوق الوصف طبعا من غير فار هم مش طبعا من غير الفار نتمنع يكون فيه فار بعد كده بس بجد هم يعني بيحاولوا ان هم ينجحوا البطولة الحكام برضو بحب اشكورهم وحب اقول ان شاء الله ان احنا الفترة الجاية باذن الله باذن اننا اتمنى اداء افضل معانا باذن ده في البطولة واتمنى ان شاء الله ان احنا هناخد الكاز باذنك رب باذن الله يا رب دعلي ده اكنات الحلم طب اكنات الحلم حلمها تكون فين فترة جاية والله احنا حلمنا حلمنا الشخصي جاي لك حلمنا الشخصي ان كل ولادنا يبقوا في قدية كبيرة ويروحوا منطقة مصر هو ده حلم عشان كده سمناها الحلم طبعا كابتن ربادان صبح حلمك ايه حلمنا اطلع مشهور واسعة دملائي ايه وسعة دملائي في ايه في الكورو طيب حلمك تكون في نادي ايه آآ منتخب مصر طب! نادي تنتمي لي إيه? ليفربون تمام ليفربون مرة واحدة مش عارل تلعب مط Beijing في الدورة هنا خالص أم تشغر أو تلعب في نادي مصر ولا أي حاجة؟ لا لا تلعب في نادي إيه بقى؟ الأهلي الأهلي برضو؟ الأهلي الأهلي ماشي كابتن محمد أيها، كابتن؟ نفسه أنعب في نادي الأهلي أيوه وأوالعب في أوروبا ليفربون أنا مش عارف. we're living in Mumbai تعبتي نفسيا بصراحة يعني محمد صلاح مخلص انا نفسيش غير ليفربول وولادي الاهلي بس كده هم دول احسن احسن انديف مصر والعالم كله اه ومنتخب مصر والعالم اه طبعا منتخب مصر طبعا العظيم انت بقى نفسك تحقق حلمك زي وقى الجمعة نعم وتكون مشهور طب انت اول طريق النجاح ايه طريق النجاح اول طريق النجاح يعني ايوه ابا زي اللعيب وابا مشهور اول طريق النجاح اللي انا بابدأ في اكابت الحلم وهصعد بعد كده اندي الاهلي ده اول طريق النجاح صح؟ اه وده حلمك ده حلمي صح كده؟ طب كتر حسين بالنسبة للعيبة ازاي بتتم التغذيتهم وازاي بتتم معرفتهم لكرة القدم؟ والله احنا بموضوع الغيزة ده ازا مولت حركة مع دكتور حازم احنا بنديهم طبعا اكل وصحي الدكتور بيكتب لهم على اكل وعلاج معين بيتامينات بيمشوا عليها وطبعا دي بتساعدهم شوية في التمرينات طبعا احنا طبعا بنعاني شوية بنعاني شوية مع الاولاد تعرف حضرك لو لدي ما بتاكلش اساسا عندهم مشكلة طبعا في الاكل وطبعا بنحاول احنا نتكلم مع اولاد الامور يا جماعة يبقى فيه اكل الاولاد سندويتشات ازازة المية بنحاول ان احنا موضوع التغذية ده نتكلم فيه الاسر طبعا وطبعا اغلبية طبعا الشعب البصري الاطفال معروفة ان هي ما بتاكلش كويس فطبعا دكتور حازم بيحاول يشتغل معهم على المناعة رفع جهاز المناعة ودي حاجة طبعا يعني بتساعدهم شوية لان هما ياكلوا يقدروا يجروا يلعبوا في الملعب بالنسبة طبعا اللي هما كاداء بقى في الكورة طبعا احنا نشتغل معهم على بعض الفنيات جوا الملعب وطبعا ازا مرتحرك السن الصغير ما بنبقاش حطر له حتة ان احنا نتكلم معاه في موضوع يعني الاداء بتاع ان هو يلعب كورة انا حتى في البطولة بصراحة في 2011 بالذات انا مكنش بتوقع ان هما يوصلوا الاداء بس طبعا حاجة جميلة جدا منهم وهم اللي خلونا نقعد نتكلم معهم بقى لا لعبوا ازاي انت قف هنا انت العب هنا وهم مش فاهمنا طبعا لسه دو الاطفال بس ان هما يقدروا يوصلوا بالفكر بتاعهم ان هما بيلعبوا هما مش محتاجين مدارب الاداء دي بتلعب سبحان الله يعني طلع كده هو موهبة رباني يعني فبحب بشكرهم كلهم بلاستيسنا ان هما فعلا بينزلوا بيقدوا اداء جميل جدا وان هما يسعدوا للدور التاني في السن ده والموليد دي دي حاجة انا بحب اقولها يعني بجد فخر لنا كلنا والله ان الاولاد دي تسعد طبعا بالنسبة الاولاد الفين وتسعة والفين وعشرة وفيما فوق طبعا دول بنحاول بقى نشتغل معهم دلوقتي توقف ازاي تلعب الفاول ازاي تلعب داربات الجزاء ازاي والحمد الله يعني هما النهاردة ما شاء الله دي جديه من اتنين يعني مش عايز اقول لك يعني احنا بيخافين ما شاء الله يعني ما شاء الله عليك كابتن واقل انا عاجبني اقوي كابتن واقل بصراحة عاجبني اقوي شخصيتك وعاجبني ايضا مهرفضان الصبح انا بقى عاوز اعرف حاجة واحد انت بتحب تقول ايه ليه بابا وماما اللي بشوفوك دلوقتي بتحب تقولهم ايه قلوهم اللي هما خلوني اوصل لكده واشكرهم ايوه اللي هما خلوني يا ابا لها عيب من كابتن حسين واشكر ابي بابا اللي دخلني في اكاديمية حلم سبورت واشكر كابتن حسين والكابتن التاني اه تحب تقول ايه بابا وماما حب اقول لهم برضا اشكرهم واما عشان دخلوني برضا مع كابتن حسين والعب في الحلم ربنا اقدرنا بس بنخسر بس لنا امل مع 2011 و12 اللي هما بيسعدوا الدورة تمام بابا بقى دخلك الاكاديمية عشان موهبتك ولا عشان يريح دماغه خالص هما بقى بالاكل والشرب بقى والاكاديمية واللعب وكل حاجة بتلعبش في كرة في الشارع عشان موهبتك 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 ها دخل عشان موهبتك موهبتك انت ضربت منه تخش اكاديمية الحلم ولا انت شفت الموضوع الاكاديمية الحلم ولا حد قالك الاكاديمية الحلم لا معرفت روح تقولت يا بابا راح بابا تدخلني بس بس كده شبك بتلعب في الشارع بقى وقالك لا بلاش تلعب في الشارع وروح للأكاديمية صح؟ لا امال ايه؟ اما كنت بلعب في الشارع ملتش خاص في الشارع؟ ازاي؟ بس مش كنت بلعب كرة في الشارع امال لقيت كرة فيين؟ اما كنت بلعب في الأكاديمية بس بس كده؟ وصاد العيبة التنين نادي حيات طب انا يا كابتل حسين انا شايف الموهبة الله وابر عليها ازاي تم اكتشافهم؟ بشكل كبير وانت عين صاقبة عليهم والله هو بالنسبة لمحمد صالح كابتل وقت جمعة بتاعنا ده اول مرة كان يلعب كرة السنية دي وجنة وطبعا هم مكناش متوقعين منه الاداء ده وكنا شايفين ان هو لسه قدامه كتير فوجئنا ما شاء الله بمستوى وموهبته ان هو صلب وقوي في الدفاع وطبعا اطلقنا عن ايه واق الجمعة من ما شاء الله قوته وطبعا مع الوقت ابتده يجيب اكتر مع التدريب مع الاكل السحي مع العلاج اتمنى له ان شاء الله يبقى في نادي قريب بإذن الله بالنسبة لكابتن كامل فرج كابتن رمضان صفحي طبعا هو ما شاء الله جنة هو عنده موهبة فعلا الولد وكان بيلعب طبعا قبل كده في الشارع وبرضو جنة يعني طبعا هو اللام في الشارع ده حاجة جميلة جدا اكتشفت الموضوع ده يعني اولاد دي طبعا بيجوا موهبين ما شاء الله احنا عندنا موهبة اتمنى بقى طبعا انت تحب تقولي رسالة ايه عين سريع سريع تقولي بابا وايه قولوا控ه ايه قولوا كلمة اقولوا الحب ان اشكره ماشكرون تحب تقولي بابا trä 그랬ه كل اللي عندك تمام انا بحب اشكر اولادي ف Guang quite thee واحب اشكر كل الاولاد في كل الموليد واحب بشكر اساد اولاد الامور وبقول لهم ان شاء الله ان احنا مزيد من التقلق للاولاد دي ان شاء الله تكون فانبية وحاجة اخيرة بس احب اتكلم عليها عن والدي بردو بابا احب اشكره الحج أحمد عبدالبريال رفاي طبعا الرجل ده هو السبب اللي أنا فيه دلوقتي بحب أشكره شكرا جزيلا ربنا يبارك فيه يا رب ويخلوهن وبحب أشكر كل السادة المشاهدين وإن شاء الله بإذن الله بطولة موهبتك تبقى في أعلى البطولات على مستوى بإذن الله رب العالمي طبعا أنا ليه يعني تعاليين بسيط تعالي الأولين طبعا أنا يعني بقول لكابتن خالد أبو المعاطي فعلا على أول طريق النجاح أنه هو حق حلمه أنه هو بعيد تماما أنه هو اكتهت وعمل حاليا دلوقتي مؤسسة لتسويق اللاعبين طبعا بقوله ألف مبروك على التفايل وبشكل كبير بالنسبة لمؤسسة إيجبت مصر أو إيجبت لتسويق اللاعبين بشكر طبعا كتخذها بالمعاطي وربنا بالتوفيق إن شاء الله وأيضا أنا بقول بقى حاجة بقى مهمة جدا وإن شاء الله طبعا سيد محمد رمضان وعدنا هتكون موجودة معناها على الهواء مباشرة إن شاء الله بإذن الله في برنامجه هيكون في موهبة من دومياط وهي موهبة زوء الاحتاجات الخاصة حقيقية خدت بطولة بالنسبة لبطولة الجمهورية في السباحة البطلة والرشيقة بين دومياط الكابتن شايماء عاوز أتمنى أتمنى تكون موجود معنا أتمنى تكون موجودة معنا على الهواء إن شاء الله بإذن الله لأستاذ محمد رمضان عطار إحنا منقول أشكره جدا على الهواء فعلا بقوله شكرا لأستاذ محمد اللي بدت الدعوة طبعا لأستاذ شايماء هتكون موجودة معنا جاية من دومياط هتكون موجودة معنا في دون الاحتراف هتكون معنا بالنسبة لكل روح الرياضية مع لأستاذ محمد رمضان بشكر لأستاذ محمد رمضان بشكر جوميديا وبشكر كل الكاملين على قناة الصحة وجمال وبشكر كل الناس اللي شفيتنا وزادتنا ووقفت معنا هنطلع تقرير ونقول لكم الأسبوع القادم إن شاء الله انتظرونا في برنامجكم دونيا اللي احتراف ترجمة نانسي قنقر